الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سيدة من البليدة تقول أنا وزوجي ومنذ عشر سنوات قام زوجي بشيرومي وكتبه على اسم والدتي أي انسيبته كتب بالسكن على انسيبته وذلك أنه في ذلك الوقت لم يكن قادرا على دفع مستحقات هذا السكن لأنه يتم الدفع عبر الدفعات ولقد قام زوجي بإعطاء أمي حق الدفع الأولى والثانية والثالثة ولكنها في الثالثة رفضت أن تدفع إلى البنك وقالت له أنها لن تدفعها إلى البنك حتى يبحث عن سكن لابنها الكبير ما ندفع إلى البنك حتى الدبار للسكنة الوليدي هذه انسيبته هذا هو جهزة ليكتب الدارة على انسيبته مع العلم أن هذا السكنة محفوظة مع العلم أن هذه السكنة الخطغة واضحة مكتوبة على اسم الوالدة تقول لقد جاء العيد ولأنها نكثت بالعهد لم أريد لم أريد أن أزور أمي فماذا تنصحني مع العلم يا شيخ أن أخي الكبير هو الذي يحريضها ضدي أولا هذا المراه راهي ظلمة انسيبها انسيبها بسبب من الأسباب اكتب بالسكنة على اسمها ويعطي لها الدراهم وهي تخلص يعطي لها الدراهم تخلص يعطي لها الدراهم في الدفعة التالتة كي يعطي لها الدراهم بي تخلص قاتلوا ما نرش نخلص البنكة نخليك حاصل ونخليك معلق أعلا يا إما لأنك ما دبرت سكنة الوليدي روح دبر سكنة الوليدي الكبير باش نكمل هنا ندفع هاي ظلماتك وأنت وضعت نفسك يعني في موقف صعب يعني هذا ظلم وهذا خيانة للعهد وهذه خيانة للأمانة وانا واش ننصحك يا أخي والله النصيحة يعني نصيحة لله مادم هذا يتقول لك دبرني سكنة الوليدي باش ندفع الأقصات ما تدبر لها والو من أراد شيء عقب بخلافه لأنها هي هذه العجوزة كي تشوفك أنت تانيك أعرفت عنها وأعرفت عن السكن وهي تخاف لأنك أنت كرجل بنتها وراك ساكن عندها وهي ما دابيها تروح تسكن وحدك تتهنى منك إما لا تخمم تشوف شوية تصيب لي روح لها وقولها أخلاص أنا نلغي هات السكن وما نشيش تسكن تساهمي ونروح للشاركة نقولهم يردوا لي دراهمي والله يسهل ونكمل نسكن عندك هك تصيبها تم تم تعود تطلب السماح وتسلم لك على رأسك ويقول لك ما تلومني ما شربت شدوات تاعي هك تعف الحكاية أما لنت أغذى البصر واسمح لها وعاف الله عن ما سلف وانت يا ما تقاطعيش يمك يا أختي يمك هذه مسكينة عجوزة نقصة عقل واخوك الكبير هو لهم وراها وينقز ينقز 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 هي دات هذا الشي هاي معروفة المسألة يا واضحة ما لنتي ما تقاطعيش يمك زيدي تقرب إليها زيدي تقرب إليها هاي لها كيتو بلي واحد يجي منه الشر واحد يجي منه الخير مهما كان في النهاية راح تعترب لنتي على الخير ان شاء الله هكذا لا تقاطعي أمك وانت يا راح جيب درهمك وقل لنسيبتك نسكن عندك شاب من أضرار يسأل كيف أعرف نتائج صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة هي التيسير انت يا يختدعي ربي قل اللهم إن كان هذا الأمر زواج ولا خدمة ولا قرايا ولا أي حاجة استاخر ربي في كل شي مش غير حاجة الكبيرة حتى حاجة صغيرة مهما كان انتدعي ربي في حياتك استاخر ربي في كل شي قل له يا ربي إذا كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنيايا وعاقبة أمري يسيره لي شفت أكتس قالتي سير يسيره ما معنى يسيره يعني يا ربي يسهله لك يحلك هذه العقدة يوضحها لك تحس بانشراح وزيد إلى جانب الانشراح تتيسر تتحل العقدة أما لا الجواب تعدعاء لاستخارة هو التيسير ماشي كما يعتقدوا كثير من الناس بللي لازم يشوف منام وإذا ما شافش منام ما يعملش بهذاك تيسير لا لا ماشي لازم تشوف منام ممكن تشوف منام ممكن إذا ربي شاء يوري لك حقيقة أمر عن طريق المنام يوريولك ولكن ما راهوش شرط فهمت ولا ما فهمت الأخطاء أذرار كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة هي التيسير التيسير إنسان كان حاب يخطب فتاة ما عندوش والو مسكين الله غالب كينوا يخطبها صاب خدمة هاي بدأت تتيسير صلى صلاة الاستخارة ودعى ربي صاب خدمة هاي بدأت تتيسير وخلصوهم لي لايم الصاداق هاو زاد التيسير راح داي خطوة الباباها سهلوا قال سهلوا ما غلاش عليها الصاداق هاو تتيسير وما ليه وقفوا معاه سهلوا له باباها عيط له قالوا يا وليدي انت وينحت سكنات لما قال يا بابا ما عندي قالوا احنا توكسطح اوليكسطح يكينزوش بيوتو كوزينا اسكن يا وليدي حتى يفتح ربي هاي الضار والصاداق والمهر والخدمة التيسير هاي لك ربي يصير لك حاجة ان الله اذا اعطى ادهش انت تحير اشعلم الانسان ولا اشعلم المرام تكون هذه الحاجة بعيدة عليها هي تقول كيف نوصل هذه الحاجة تدعي ربي وتستاخر ربي سهلها لان ربي قادر على كل شيء ويجمع الاسباب يجمع الاسباب سبحان الله يعني كنت شوفوا العظمة عربي في هذه المسألة تدوخ كيف هذه الحاجة ربي يصخرها لك كيف ربي يصر هالك شوف انسان عنده شركة ولا شركات صيب عنده خمسة الاف خدام اروح انت تحسبها كيف هاده خمسة الاف قاع يقدر يخدمه يخلصه ويمنظم امور هذا التيسير ربي يصر وكيلي هو روح وما يقدش يسيرها روى نفسه يقول لك ما نش قادر نسير روحي سائلة من الجلفة تقول كيف اقضي صلاة الفجر سهلا يا اختي اذا فاتك صلاة الفجر يعني الفجر ننقذ جوج ركعات قبل صلاة الصبح هذا وش ننقذ اذا ركي تقذ الصبح هاي حاجة اخرى اذا انسان وصل الى المسجد وصابهم كبروا لصلاة الصبح انا يدخل معهم ويسلم معهم ومبعد ما يصليش الافجر حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس يصلي الافجر ركعتين بالفاتحة فقط ويقعد يقضي الافجر حتى زوال الشمس فاذا زالت الشمس عن كبر السماء وادخل وقت الظهر مات الفجر يقول ابن عاشر واش يقول فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى ابدا وبالتوال فجر رغيبة وتقضى للزوال يعني عندك حق تقضي صلاة الافجر ما لم تزل الشمس فاذا زالت وادخل وقت الظهر هنا يموت الافجر ما يوليش عندك حق وما يوليش عندك وقت باش تقضيه فهمت يا أختي ولا لا لا الله فهمنا اللي فهم يفهم لي ما فهمش واللي ما فهمش يسأل اللي فهم محمد من سعيد يقول تقدمت لخطبة فتاة ولكن والدها رفضني بحجة أنني أعمل في الجمارك أعوذ بالله أعوذ بالله وأن كل عمال الجمارك يتقاضون رشوى فما هي نصيحتكم سيدي هذا من التعدي وهذا من الظلم لا يجوز لإنسان أن يحكم على قطاع كامل باللقاء يكل رشوى هذه أغلوطة تسمى أغلوطة التعميم قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم إذا شفته إنسان يحكم على الناس كما هد الأب هذا قال عمال الجمارك كع يكل رشوى هذا كلام باطل يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم رجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم هو المهلك فيهم هو لمهلك فيهم وفي رواية فهو أهلكهم يعني هو ليهلكهم هو السبب بشهلك الناس إذن هذا كلام باطل وكلام غير صحيح الجمارك شعبكي ما جميع الناس فيهم الصالح فيهم الطالح فيهم الطيب فيهم ليه ماشي طيب فيهم ليه يحترم القانون فيهم ليه يحترم في القانون يعني شعال من الجمهور كي نعرفوه من الصالحين الأتقياء الأنقية ورافض لكلاش تعوي يعس في الحدود المهاربين تع المخدرات المهاربين تع الأسلحة شعال يعني الناس نعرفوه من عدو أنا نعدهم من المقربين يصلي صلاة ويشرب من الواد ويعسعد زاير وشعال من الجمهور كذلك كراموا موقفين في المحاكم أي معمرة بهم يعني تعدى والقوانين وكلاو رشوة وكلاو المحرمات كما موجود في قطاعات أخرى في كل الميادين يعني ما كاش قطاع هذا تقول عليها كله من الطالحين أو قطاع كله من الصالحين ربي سبحانه لما خلق آدم عليه السلام وآدم زاد عنده قابيل وهابيل قابيل اقتل هابيل واحد اقتل خوه كان واحد صالح واحد طالح مع أنهم زوج فوق الأرض فقط كان قادر ما يتفهمش مع خوه يروح يدي الماري كان كلها يروح يدي إفريقيا كلها يروح يدي قعشة من إفريقيا واللي يدي آسيا ويرروح يدي مصر قاعد يالو وعندما يهدر معها كالغير هو فوق هذا الأرض واخوه آدم عليه السلام وحواه ولكن رحقت الخوة إذن هذا الدنيا هذه كلام باطل لا يصح ولا يجوز أن يقال وهذا من الغيبة من الغيبة الجماعية هذا ما هو شيء غيب على واحد غيبة جماعية تقول أنت الجمال كلهم تعالى رشوة معاذ الله هذا كلام غير صحيح وأنا أشهد شعلم الجمهوركي عرضت عليه رشوة بالملايير مش بالملايين بالملايير هاك ذاك وقف وخاف ربي وطيح هذه العصابة ومقبوض عليهم تاجر يسأل يقول كيف ورقع صلاتي في حالة نسياني ركعة سهلا يا أخي التاجر أنت تاجر أكيد ركتين ساري تقول الله أكبر تبدأ حميصة ولوبيا واحد وثلاثين الفراسك وتخلط لك تجارة ليه خلصوك من ليه ما خلصوك شو ليه تسألهم من ليه تسألوه لك يعني مصيبة كبيرة الله يكون معاك الله يكون معاك أما لا إذا نسيت ركعة هنا أنا متلو وين نسيت ركعة ركعة الأولى قلت الله أكبر وسجد ومن بعدها رفعت من السجود إلى ركعة الثانية إذا رفعت من الركوع ركعة الثانية الركعة الأولى تموت والثانية تليهي اللولى والثالثة تليهي التانية وربعة تليهي التالثة تزيد ركعة وتسجد قبل السلام وصالتك صحيحة يعني هذا السؤال واسع يعني وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا